السلام عليكم بمناسبة اقتراب عيد الفطر أقدم لكم نصائح صحية قيمة قبل البدأ عزيزي المشاهد انزل أعمل اشتراك تقديرا لمجهوداتنا أولاً قبل العيد التدرج في تناول الطعام خلال شهر رمضان يتعود الجسم على كمية قليلة من الطعام لذلك من المهم البدء بتناول كميات صغيرة من الطعام في أيام العيد وتجنب الإفراط في تناول الطعام اختيار الأطعمة الصحية ركز على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف مثل اللحوم البيضاء والأسماك والبقوليات والخضروات والفواكه التحكم في الحلويات قلل من تناول الحلويات واختر بداء الصحية مثل الفواكه الطازجة أو الفواكه المجففة شرب الماء حافظ على رطوبة جسمك بشرب الماء بكثرة خاصة قبل وبعد الوجبات النوم الكافي تأكد من الحصول على قسط كاف من النوم مما يساعد على تنظيم الشهية والتحكم في الوزن ثانيا أثناء العيد تناول وجبات صغيرة ومتكررة قسم وجباتك إلى خمسة من ستة وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلا من ثلاثة وجبات كبيرة مضغ الطعام ببطء يساعد مضغ الطعام ببطء على الشعور بالشبع بشكل أسرع ويمنع الإفراط في تناول الطعام الاستمتاع بالطعام خصص وقتا كافيا لتناول الطعام واستمتع بطعمه دون تشتت ممارسة الرياضة حاول ممارسة الرياضة لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل يوميا المشي أو الجري أو ركوب الدراجة الابتعاد عن التوتر حاول الاسترخاء والابتعاد عن التوتر الذي قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام نصائح إضافية استبدل المشروبات الغازية بالماء أو العصائر الطبيعية تناول الطعام في المنزل بدلا من المطاعم اقرأ الملصقات الغذائية قبل شراء أي منتج استشر طبيبك أو أخصائي التغذية إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية تذكر من المهم اتباع نمط حياة صحي بشكل عام وليس فقط خلال عيد الفطر من خلال اتباع هذه النصائح يمكنك الاستمتاع بعيد فطر سعيد وصحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر